جبر الأرموطي الخطوة القادمة انت خلاص قررت او قلت انا كده مسكت اول الخط هل الاقي الشخصيات اللي انت كنت بتحاول تمثلها لان انا كنت شايف في كاركتر انا بشوفه في برنامج منشط وكنت احد المزعين تقريبا الوحيدين اللي بيقدم الكاركتر جاوي تمثيلي يعني اشوفه قريبا ممثل ممكن طالما حاجة هدفها خلاص انا عايز اعمل اي حاجة تخش بيتي ابقى مطمئن ليا اي حاجة انا تقدم ليا او حد يعرض علي حاجة انا راضي عنها وتخش بيتي اعملها هعرض لك عدد من الصور لنمازج اللي انت قدمتها استاذ جابر من خلال برنامج منشط وكلتا بتستعرض فيها كل المهن تعرضوا يا شباب الصور اه ده جابر الار اه ده انت بتنتج ليش بر اه وظابط اه يعني ده كان من الهات الصورة اللي فاتت دي كده هات الصورة اللي فاتت اه عشان اجدد اعتذاري للطيارين وال اللين دي كانت في وقت ما الطيارة وقعت فانا كنت غير موفق فيها تماما ان انا طلعت يومها لبس لبس طي اعرضوا بقيت شخصيات يا شباب اه دي كانت دي 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 اول صورة اول اول شخصية عملت الدجة كبيرة ده المدرسة المدرسة اطفال ايه اكتر شخصية من دول علمت مع الناس اكتر شخصية من دول علمت مع الناس واللي اصارت اللي اصارت انتقادات كبيرة هي الزبط الزبط انتقادات انتقادات اه لكن طيب اللي لقت اعجاب اللي لقت اعجاب بتاعت المطافي ودكتور اه ويوم المطافي انا كان فيه حريق جميل مطافي خير بقى البرت شفيق هو رئيس القلافة يجي يقولك اه منشوف دماغه فيها هاي النهارة فنفضل وكانت معانا زمينتنا اسمعها ماريان يوسف كل دول كانت مجموع دي كانت فكرتك ولا افكار الاعداد لا فكرت الحقيقة فكرتك فكرتك عندك الجنب التمثيلي في شخصيتك جدا 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 انا مرح او مالسيبال حلقة مكتائد لا ابدا يعني انا شفت الملمح داك بعدمك منشنتك ادائك التمثيلي على فكرة انا مش يعني مش قافل الباب على ان انا اقدم برنامج زي منشت انا مش قافل الباب خالص بس هو ما جليش فقال الحسن الناس تعتقد يعني ان انا بهرب من حاجة لا انا ما بهربش هو ما فيش حاجة جتل يعني ما فيش حاجة على منوال منشت جتل وانت لازم تقدم برنامج صحفة مهنتي وبعدين انا بصراحة بحس ان اللي جوهم كده ابويا وامو واخويا انا بحس كده يعني انا قاعد مع اخويا الوقت يعني انا قاعد مع حضرتك قاعد مع اخويا صحيح فبالتالي انا ما بروح يعني ما بقابل اي حد كبير في السن احس ان ابويا في الصحافة اخوات الصغيرين الاعداد عندك كنوية سلموا عليهم شوية دول اخواتي على طول بتعمل كده وبعدين انا لما بناخد على بعض بقولهم ما تقوليش ليه يا أستاذ جابر قولي يا جابر على طول فالقلفة دي ما بوده بي طبيعتك اه اه انا ما احبش التكلف خالص يعني كان فيه صور كنت يريد كنت يجبتها لحضرتك واحنا بنعمل البروفات بتاعة بتاعتي الاغنية انا مسك العود وقاعد على الارض والولاد كلهم قاعدين على كراسي انا حبها كده يعني احب اشيل يعني انزع فكرة التكلف ما بيني وما بين الناس فبديها نعمل مع الاحترام طبعا يعني مع الحفاظ انت بارس العمل الاعلامي كم سنة؟ انا وانا سني انا كنت بارس الحياة وانا في تانية جامعة كنت ببعت لهم في لاندر ده العمل الصحف اه عمل الشاشة الشاشة لا الشاشة بالزبط تسعة اربعة عشر ستة ألفين وتسعة يعني قرابة عشر سنة عشر سنين عشر سنين طيب بعد عشر سنين انت الان تنفق من جيبك اه للعوضة مرة اخرى او لتقديم رسالة جديدة صحيح حصل ده في الباش جابر صحيح وحصل ده في قونة الاطفال صحيح صحيح ولو اتكرر هعمل يعني لو انا معي لو انا معي هعمل بعد انا قصدي خاصة ان انا شفتلك حبار بتقول انك ما عملتش فلوس لا انا خالص والله اه طب انت هتوقع تصرف منين والله خالص انا مجموعة اللي معي احنا بنساعد بعض يعني انا مش عايز اقول ان هو انتك خالص تجابر يعني مجموعة ومقتنعة وفي ناس احيانا كده تجي تساعد في حاجة وتمشي على طول لكن الموضوع لا مكلف مكلف يعني فانا انا الواحد ما اقدرش ترجمة نانسي قنقر